اشتركوا في القناة الصانع الكوري واعلن ان الواجهة الامامية لكافة سيارات كيا الجديدة ستحمل هوية انف النمر والتي ظهرت للمرة الاولى في طراز كيا ستينجر حيث سبق ان اختبرها زميلنا مصعب شاشعة بنسخة ستينجر جي تي كما قال شراير ان هوية انف النمر ستكون لسيارات كيا مثل هوية الشبك البيضوي في سيارات بيم دابليو واضاف ان هذه الهوية تعطيهم الافضلية بين المنافسين فتصميم واجهة انف النمر تمكنهم من توفير ابعاد متنوعة من حيث الطول والعرض وتجزر الاشارات عزيز المشاهد الى ان سيارة كيا ستينجر ظهرت للمرة الاولى عام 2011 عندما قدم الصانع الكوري السيارة الاختبارية بتصميم مستقبلي مذهل ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات وحملت السيارة اسم كيا جي تي وفي عام 2014 لحقت بها سيارة اختبارية ثانية حملت اسم كيا جي تي فور ستينجر وظهرت ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات في ذلك الوقت وقدمت كلتا السيارتين الاختباريتين لمحة اولية عن طراز تينجر 2018 الانتاجي والذي اطل علينا بداية عام 2017 وتعتمد سيارة كيا ستينجر موديل 2018 بنسختها الاساسية على محرك اربع سلندر بساعة لترين يولد قوة 255 حصان و352 نيوتن متر من عزم الدوران وتتسارع السيارة بهذا المحرك من الصفر الى 100 كم في الساعة في 6 ثوان اما سيارة كيا ستينجر جي تي 2018 فتعتمد على محرك في سيكس بسعة 3.3 لتر مع شاحن تربيني مزدوج وهو مستمد من سيارة جينيسيس جي تي ويولد قوة 365 حصان و510 نيوتن متر من عزم الدوران وبهذا المحرك تتسارع سيارة كيا ستينجر جي تي من الصفر الى 100 كم في الساعة في 4.9 ثانية ومن السيارات الاخرى التي حصلت على هوية أنف النمر حتى الان عزيز المشاهد نذكر سيارات كيا اوبتيما وكيا سيراتو وكيا ريو وكيا كوريس لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر